أكد مواطنون أن ظروف المعيشية الصعبة دفعتهم إلى تغيير أولوياتهم أشرائية في حين أكد التجار تراجع النشاط التجاري في الأسواق رغم بدء موسم التنزيلات كاميرا رؤية استطلعت أراء المواطنين حول مستويات الأسعار في الأسواق حيث أكدوا وجود ارتفاع في الأسعار بما لا يتناسب مع الأوضاع المعيشية ومستويات الدخل ما يدفعهم إلى التركيز على شراء مستلزماتهم الأساسية التجار أكدوا أنه بالرغم من بدء موسم التنزيلات في العاصمة إلا أن الإقبال على الأسواق ضعيف جدا وأرجعوه إلى غلاء الأسعار وارتفاع الضرائب والله الوضع نايم أنا أفتح دائما بالساعة السبعة بايع من هلا 11 ليرة فكيت بيع مثل هلا يقول بايع بـ 400 بـ 500 بـ 300 الجماريك، الضرائب، فاتورة الكهربع متيجي 200 دينار كان عندنا ثلاثة أربع موظفين أنا لا حال لا ما في شراء وما في بيع يعني الوضع سيء عمالي أقلص استثماراتي بالجبل الحسين أو بالأردن كمان لأنه ضريبة عالية بيع ما فيه شغل ما فيه أمور سيئة جدا يعني مش شايفين تعاون من الدولة أو من الجهات من الأمانة ترخيص عالي، ضريبة عالية، كل شيء عالي فاتورة الكهربع عالية يعني الاستثمار هون أصبح استثمار خاطئ حركة على الكل ما فيه ميتة ما فيه يعني ولا حتى ناس بتلاقين بفوتوا على المحلات ما بيشتروا بظلهم طالعين لأنه مصارينا فيه الدخل محدود يعني فيه أشياء غالي ما بيقدرش واحد يشتري يعني زي الخضرة يوم كي طالع سعرها ويوم نازلي لما تكون نازلي الناس بتشتري لما تكون السعرها طالع يعني كل بندورة وكل كوسة كل وضع غالي التلفونات الملابس برضو غالي الوضع سيء جدا لأنه فيه حرمية في البلد الحرمية ماكلين البلد كلها لا تاجر قادر يستفيد ولا مواطن رايح يستفيد الله من مرة والسوق التعبان والحركة ضعيفة